اللي خليتنا بنعيط والله من المشهد اللي احنا بنشوفه كل الناس مبروك ليكم مبروك ليكم اللي عملتوه تاني ما حصلش حصلش قبل كده خالص ايزا اقول لحضراتكم لم يحدث من قبل مصر الان شوفوه ما بنقول ايه طيب مصر دلوقتي مصر دلوقتي اللي جان اللي جان عايز اقول لحضراتكم اللي بتشوفوه ده حاجة واللي جان دلوقتي حاجة تانية خالص هيجينا دلوقتي على طول من اللي جان طوابير زي ما بيقولوا ايه يعني شيء ايه ده ايه ده اللي بتتعمل ايه اللي حصلوكم حصل ايه ايه اللي جرى المصريين ايه بلدكو الجميلة دي ايه حبوكو المصري ده الليجان دلوقتي حاجة ما حصلتش طوابير الزحام رهيب قدام الليجان لو انا بتكلم على ايه بتكلم على لسه كمان حاجات كتيرة جدا الزحام كبير جدا المصريون المصريون يحققوا انتصار غير مسبوق الشعب يسحق الخوان الارهابيين والطبور الخامس ودعاة الفتنة ودعاة المقاطع الشعب يسحق دعاة المقاطعة الشعب يسحق دعاة المقاطعة تاني الشعب يسحق دعاة الفوضى تاني حضراتكو عملتوا كده اديتوا درس دا فيه واحد من اللي كانوا بيتكلمهم كام يوم الدائرة بتاعته انا النهاردة كنت بتابع مجموعة من الدوائر بعينها بس بعد ما تطلع النتيجة وهبقى اقول لكم اللي كانوا بيتكلموا دول طيب نزلت الناس في الدواير اكتر من اللي نزلتهم في الانتخابات عشرين ضعف اللي نزلتهم في الانتخابات بتاعتهم وهبقى اقوله لكم على الهوى على الهوى هقولكم فلاني فلاني دايرته كذا نزل منها كذا وقال نعم كذا وقال لا اكذا عشان تعرفوا هو بيتكلم من نفسه ما لهوش علاقة بدائرته يعني ناس انتخبوا واحد طيب عايز ياخد قرار ياخد قرار يرجع للدائرة واللي يتكلم هو كموقف سياسي هيبقى لنا الكلام بعد كده خلينا في الفرحة النهاردة خلينا في الضربات الساحقة الماحقة النهاردة بقول لكم عاملين شغل قدام اللجان دلوقتي دلوقتي يعني احنا قلنا ايه الصبح ماشاء الله والظهر الله 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 وبالليل كمان ماشاء الله ده انا كنت متوقع الليل ايه شوية يعني نص نص لكن واضح دلوقتي كمان بقى زحام كبير قدام اللجان دلوقتي من بعد الساعة سبعة الناس تتدفق الى اللجان في كل مكان مصر مصر بتحمل كده كلمني صديق عزيزي النهاردة يعني من بين المكالمات يعني من ملكة العربية السعودية قال لي احنا بنتابع بيتابعونا طبعا وبنشوف اللي بتعرضه ده بنسقف قال كل ما بنلاقي بنسقف قال والله بنبقى عدين بنوقف كده تلقائي تلقائي بنوقف عشان بنسقف لمصر وبنسقف للشعب المصري انه الشعب عارف بلده عارف لحظة بلده منتظره منتظر بلده كلمة دي تتعمل النهاردة القرار ده يتعمل النهاردة الشعب يتحرك النهاردة يساند بلده عشان يخلص الموضوع بالكامل في التوقيت ده فقال المصريين هم دول بس خلوا بالكوا اللي حصل المرادي لانه في مسائل قانونية مش هادرة طيب خلينا بعيد يعني عشان اللي حصل المرادي اللي حصل المرادي قدام حضراتك العبور والعمال والمزرعين والفلاحين والشباب الشباب اليوم شباب مصر اليوم يضرب المثل المثل الحقيقي في حب البلده في الانحياز لبلده شباب مصر النهاردة اللي جاني النهاردة يتدفق عليها أفواك من ولد مصر شباب مصر طلبت جامعات في كل حتة غير العمال وغير الناس وغير الناس بالشغل بتكلم على طلبة جامعات شباب قليل بيشتغل والعمال لكن بتكلم على طلبة الجامعات كمان أجيال الشباب اليوم الرقم الرقم الأول النهاردة أنا بتكلم عليهم التصويت التالت الشباب النهاردة هم رقم واحد اليوم على فكرة لم تحدث من قبل او لم يحدث من قبل هذه العداد الهيلة من الشباب اليوم العداد اللي نزلت النهاردة والهيلة الوطنية الانتخابات زي ما قال لنا سيد مستشار محمود الشريف في مداخلة الصبح انه هيعلنوا تفاصيل يعني تحليل الارقام مين ومين النسب والحاجات